إذا كان الله قريب فإيه اللي يخليك تقدر تخلي المخاوف وتخلي المخاطر أقرب إليك من ربنا وعشانك كده جرب إنك تحط المخاوف وإحساسك تعالى نعمل تدريب مع بعض جرب إن أنت تحط المخاوف الخوف وإحساسك بالخطر في ساحة مولاك في حما ربك فهتلاقي إيه اللي حاصل دائماً هتلاقي حاجة بتقولك العيش مع الخوف لا يطيل العمر ولكن يحول حلوى الحياة إلى مر كن مع الله فإن المخاوف فإن المخاوف والمخاطر عبد مقهور لمولاك فكيف يتجرأ على من حفظه وتولاه إزاي هيتجرأ المخاوف دي عليك وإنت في حما مولاك هسألكم سؤال وهذا بيني وبينكم ولله هل إحنا معنا في وسطنا دلوقتي ناس حسين بأمل حسين إن بكرة فيه خير الناس اللي بيتكلموا عن الأمل دول مخدعين مجانين بس هوا عندهم حاجة في قلبهم متى إلههم عندهم حاجة مخلياهم يحسوا بإن الخطر ده مش هيحصل ستينة هاجة لما سيدنا إبراهيم تركها في المكان القفر إلا فيه لا زرع ولا مي إلا حاصل قالت له قال الله أمرك بهذا قال نعم قال إذا لن يضيعنا ممكن تكرر على قلبك كده إن إذا لن يضيعنا إن ربنا مش هيضيعك مش هيضيعك أبدا ممكن تكرر إذا حسيت بالخطر والمخاوف وإنت اكتهدت وإيدك كانت مليانة بالتعب وهذه يد يحبها الله ورسوله إن أنت تقول لأولادك لما يحسوا إن هم فيه خطر من وراك وخطر من قدامك بتحس إن أنت خلاص الخطر هيأتي من خلفك ومن أمامك بص في عين الخطر كده وبص في عين المخاوف كده وقول لهم إن معي يا ربي ساهدين على فكرة إحنا أرقى الناس وعيا وأكثرهم فهم أنهم الأنبياء ولما سيدنا موسى عمل كده عمل كده وهو بيعلمنا ولذلك هذا التعليم سطر في كتاب العلم الأكبر في القرآن الكريم إن معي يا ربي ساهدين أول ما المخاوف أول ما نفسك الأمر بالسوء تحدث التحالف بينها وبين الشيطان ويجي يقول لك انت ضعت قل لا أنا عبد اللي صاحب الحمة أنا عبد اللي صاحب الكون كله وإذا كنت أنا عبد اللي صاحب الكون كله إذن لن يضيعني طب نعمل إيه بقى عشان نتخلص بقى من الشعور بالخطر والمخاوف دي تعالوا مع بعض ونحط شوية أعمال وشوية أفعال تخلينا نخلص من الخوف من الشعور بالخطر والخوف ده